وفي الجانب الآخر من توازن الأداء الحكومي أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عودة 108 نازحين من مخيم بمحافظة دهوك إلى مناطقهم في قضاء سنجار تنفيذاً للبرنامج الحكومي بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين لتأمين عودتهم وبدوره قال قائم مقام سنجار وكالة النايف سيدو إن جميع النازحين العائدين هم من الإيزيديين ومن أهالي ناحية كرعزير ويشكلون الوجبة الثانية من نازحي القضاء العائدين بينما لا يزال 70% من مجموع نازحي سنجار في المخيمات